السلام عليكم أقلا بكم أخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين 14 أغسطس مش يوم لطنيات ولا بكائيات ولكنه يوم التذكير بالمذبحة حتى لا ننسى كما قال علي عزة بيجوفيتش ذات مرة حتى لا تتكرر المذبحة إياكم أن تنسوا أبدا اللي بنعمله في حلقة النهاردة أو في الفقرة دي هو مش تباكي على ربعة وإن كانت تستحق أن أنت تبكي على أصدقائك ومش بس أصدقائك اللي استشهدوا أو اعتقلوا لا دا يوم يستحق أن نبكي على مصر على حال البلد اللي قزمها سيء الذكر اللي أنا بشكر الزمل أنه هم حطينه جزء من وجه بن يمين نتنياهو لو حضرتك مش واخب بالك من الصورة دا وجه بن يمين نتنياهو وبداخله عبدالفتاح السيسي هذه الصورة هي من تحكي حكاية الحداشر سنة اللي فاته أن السيسي أصبح جزءا وموظفا لدى بن يمين نتنياهو أنه مذبحة ربعة اللي كانت زي النهاردة من 11 سنة هي كانت فتح الباب على مصرعي للاحتلال الإسرائيلي أن يرتكب ما يرتكب اليوم في قطاع غزة ومحدش يقول لي إيه العلاقة لأنه مصر لو كانت مصر قبل 14 أغسطس بل قبل 37 2013 شاء من شاء وأبى من أبى اتفق من اتفق واختلف من اختلف مع حكم الإخوان المسلمين وحكم الرئيس الراحل الله يرحمه محمد مرسي لكن لو ظل محمد مرسي رئيسا للبلاد ما تجرأت إسرائيل أن تغطو خطوة واحدة داخل قطاع غزة أنا مش بقول لحضرتك أي كلام كلام دالة حصل فعلا في عدوان 2012 انتفض الشعب المصري عن بكرة أبيه من رأس الدولة إلى أصغر شاب في الدولة كل مؤسسات الدولة رئيس برلمان رئيس وزراء رئيس جمهورية برلمان مظاهرات منظمات مجتمع مدني اتحاد أطباء عرب نقبات الناس كلها تحركت في عدوان غزة 2012 ولذلك لما بنقول أن المتبحة أو الإبادة الجماعية في غزة بدأت زي النهاردة من 11 سنة فاحنا مش بنبالغ وما ينفعش أن احنا نطلع نتكلم على ربعة وفيه كل يوم ربعة في قطاع غزة اطلاقا أصبحت الصورة واضحة أن عبدالفتاح السيسي هو جزء من بن يمين نتنياه هو موظف لدى بن يمين نتنياه اللي حصل يوم مذباحة ربعة العدوية هو اللي جرأ بن يمين نتنياه وحكومات الاحتلال المتعاقبة أن تصل لهذه اللحظة من الإبادة الجماعية لأنهم وثقين تمام الثقة أن سيء الذكر لن يحرك ساكنا ولن يتحرك ولن يعترض بل أكثر من ذلك هو متواطئ مع بن يمين نتنياه في اللي بيحصل ربطوا دايما ما بين ربعة وما بين غزة اتكلموا دايما عن الاتنين لأنه زي ما قلت القاتل واحد المجرم واحد والنهاردة فيه مفاجأة النهاردة هعرض لحضراتكم تسع مشاهد من المتشابهات إلى حد التطابق ما بين مذبحة ربعة اللي من 11 سنة وما بين مذابح غزة اللي بقالها 10 شهور أو دخلين في الشهر الحداشر دلوقتي